أفد موقع أكسيوس الأمريكي بوجود عقابتين رئيسيتين أمام المفاوضات الهادف إلى التوصل إلى اتفاق الوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وأوضح الموقع أن العقابتين هما أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على ممارف لدلفيا والأخرى إنشاء آلية لمنع تهريب الأسلحة من جنوب غزة إلى شمال صوت القصف الإسرائيلي يطغى على صوت العقل وما بين الصوتين يراقب العالم بحذر ما ستقول إليه المحاولات الجديدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في إطار الجهود المستمرة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الجولة الأخيرة من المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين تواجه عقبتين رئيسيتين وفقا لموقع أكسيوس الأمريكية الموقع أشار إلى أن العقبتين تتمثلان في رغبة إسرائيل في الحفاظ على السيطرة العسكرية على محور بلادلفيا وهو الأمر الذي ترفضه مصر رفضا كاملا وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح الفلسطيني وكذلك من محور بلادلفيا العقبة الأخرى وفقا لأكسيوس هي إنشاء آلية لمنع تهريب الأسدحة من جنوب غزة إلى شمالها وفي ظل كل تلك التطورات أخبر رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي بنيته لإرسال رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى جولة المحادثات المرتقبة في القاهرة وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن وفقا لأكسيوس فإن نتنياهو يرفض إعطاء مفاوضيه مساحة كافية لإبرام الصفقة المرتقبة وعلى الجانب الآخر دعت حركة حماس الوسطاء إلى تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مايو معتبرة أن الصيغة الأخيرة للاتفاق تستجيب لشروط نتنياهو وتتماشى معها وشددت الحركة في الوقت نفسه على تحمل نتنياهو كامل المسئولية عن إفشال جهود الوسطاء